كيف يهيي الآن رب الأسرة بيته لاستقبال لشهر رمضان مبارك على مستوى البيت والأسرين بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنقوا أنفسكم وأهليكم نار نعم ورسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين الحديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وكما سمعنا من شيخنا كلام الإمام من القيم الفكرة والخطرة والشهوة والعادة وعدم الإنفكاك منها إذا صرت عادة فالشيطان أول ما يدعو الإنسان يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله فإن عجز دعاه إلى الشرك فإن عجز دعاه والعياذ بالله إلى البدعة فإن عجز دعاه إلى الكبيرة فإن عجز دعاه إلى الصغيرة فإن عجز شغله بالمفضول عن الفاضل كما قال الإمام من القيم يتدرج معه يتدرج معه العياذ بالله فعلى رب الأسرة أن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالي بعض الناس يظن أنه مسؤول عن الفطور والغداء والعشاء والملبس والغاز والكهرباء والمي وبعضهم يعني يقول أنا ربيت أولادي أحسن تربية إيه يا أستاذ قال عندي ولد دكتور وولد يعني مهندس وبتة صيدرانية نقول للبتة الصيدرانية نبدأ بيها لبسا قبل لخمار وقال ده طيب إذا قالها واحد وما محوش الفلوس الرشدة الوصفة تعطيها له بلاء إيه بس قال يعني هي ملقبة لمخدمة أنا أسأله في اليمين جاوبني في الشمال طب ومن نسبة للدكتور أخباره إيه بصلي في المسجد ولا بصلي في البيت قال سبحان الله هذا الدكتور نفس الترتيب إذا قاله واحد فقير ما يأخذ منه الكشفية طيب الضابط أخباره إيه ابنك الضابط قال سبحان الله متواضح لا يعرف للكبر طريقا أيوة صحيح لكن هو بيصلي وبيحضر مجالس العلم وإعلقته بصلاة الفجر فتسأله فهو يظن أن التربية وأن المطلوب منه أن يكون عنده واحد دكتور وضابط ومهندس وبنت صيدرانية أنا لا أنكر هذا فإن هذه الأشياء التي ذكرتها من أوصاف من فروض الكفايات في المجتمع لكن الأمر الذي خلقنا جميعا له جنا وإنسا إيه؟ العبادة نعم وما خلقت الجن والإنس إيه؟ إلا ليعبدون إلا ليعبدون فأنت وظيفتك الأصلية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الإمام من القيب رحمة الله عليه قال إذا كنت تريد أن تكون متبعا بحق للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فادعو لما دعا إليه على بصيرة صلى الله عليه وسلم بالحكمة والمعنوط الحسد تمام؟ أما قدرت أن أنت طبيب سيدلاني مهندس فلاح سائق ميكانيكي تاجر صياد دي الوظيفة الفرعية ما الوظيفة الأساسية إيه أن تكون داعية إلى الله بس أنا لا أعرف الكتاب ولا القراءة يعني أنا أمي كل يدلي بدلوه على حسب قدرته واستطاعته فإن الله تعالى قال فاتق الله إيه ما استطعت ما استطعت والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعه حتى احنا تعلمنا على المصطبة على قد الحافة ما ديرجليك قدت أولك كيف فإذا وظيفتك الأساسية أن تقوم بما كلفك الله تعالى به فلابد للأب أن يزرع في نفوس أبنائه ذلك ولابد للأمة التي ترضع أبنائها أن ترضعهم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الكرام لدول الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الرضاعة تحتاج إلى تذكير وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وتحتاج إلى نموذج من الأب وإلى نموذج من الأم وإلى ما يسمى بنوع من أنواع التربية اسم التربية بالقدوة يعني هذا الأب يصلي الفجر في جماعة نعم يوقظ أولاده ويأخذهم لكن إذا كان لا يصلي الفجر في جماعة يصلي بعد الشمس هل يستطيع أن يأمر أولاده ويعاتبهم أنهم لا يصلون إلى بعد الشمس يصعب عليه ذلك صحيح وإذا كانت الأم تخرج بالستريتش والجنز والبضي كاسي عارية متبرجة ولا علاقة لها بقوله تعالى من صورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلاب بهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم هل تستطيع أن تقول لابنتها التي في المرحلة الثانوية أو الإعدادية فضلا على الجامعية اخلع هذا اللباس لأنه ليس اللباس خديجة ولا سودة ولا عائشة ولا حفصة ولا الزينبتين ولا هند ولا صفية ولا ميمونة ولا نسيبة ولا أسماء ما تستطيع أن تقول هذا لأنها كانت قدوتها الشيطانية وكانت قدوتها الإبليسية وكانت قدوتها السيئة أنها ارتدت هذا اللباس الفاضح الذي يفصل مفاتنا جسديا إذن أقول لنفسي وأقول للآباء والأمهات عليكم أن بالسمت والهدي والدل السمت والهدي والدل السلفي السلفي دي جماعة لا حزب لا السلفي دي ايه هم مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأصحاب صلى الله عليه وسلم مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب يبقى لا حزبا ولا جماعة ولا فرقة أينها فإذا كانوا كذلك فإن الأولاد سينشأوا ولعلك تجد البنت الصغيرة التي عندها سنتين تأتي بالبشكير الفوطة تضع على رأسها وتركع وتسجد هل قال لها أحد إركعي وزجدي ما قال لها وإنما رأت أمها تصلي الفرائد والنوافل وكذلك الوليد يفعل مثل ما يفعل والده يقلد والده يتأسى به يقتدي به فأول شيء أن يكون الأب والأم يعني نموذج وأسوى حسنة وقدوة طيبة بهذا الترتيب يأخذ بأيدي أنفسهم وأيدي رعيتهم إلى الله عز وجل إذن التربية بالقدوة لها بلغ التأثير جدا أزاكم الله خير أعصر الله إليكم